السلام عليكم الحمد لله على نعمة الهداية والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشاب نشأت في أسرة منهم المصلين ومنهم غير ذلك وكنت لا أصلي إلا أحيانا لأنه كان بيتي كان فيه الدين هامشي في حياتهم وكانت حياتي مليئة بالفساد بسبب الجلوس إلى رفقاء السوب والتمتع بنعمة المال الوافر الذي أنعم الله علينا به ولم نقدر هذه النعمة كنت يا شيخ الجليل كثير الجلوس إلى المسلسلات المكسيكية المدبلجة والأرجنتينية وغيرها التي جاءت بالفساد الكبير لهذه الأمة فمن هذه المسلسلات تعلمت الزنوب البهينية وهي شهوة الفرج أي الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى بعد المشاهدة لهذه المسلسلات أصبحت فنانا في العلاقات الغرامية فكانت الفاحشة والموبقات من أفعال اليومية إن لم تكن صباحا فمساءا ولكن تسخر الله لي صديق من العارفين بالله من الصالحين والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبالك فيه كان هذا الصديق ينصحني بالشريط الإسلامي مرة وبالترهيب والترغيب مرة وبالوعظ والإرشاد مرة ولكن كانت المجاملة شعار مع هذا الصديق الحبيب حيث كنت أتوارى مع الشيطان وأذهب إلى هذا الصديق ومرت الأيام تلو الأيام حتى جاء ذلك اليوم الذي أسعدني فيه المولى سبحانه وتعالى فلقد أجبرني هذا الصديق الحبيب بالجلوس إلى قناة الرحمة الطيبة لمشاهد الدرس في الوعظ والإرشاد والتوجه نحو الله سبحانه وتعالى جلت مكرهة وبدأت أستمع لذلك الدرس وكان الشيطان يذكر بالعلاقات الغرامية مع الفتيات مع الممثات والبغايا نعم ولكن ناد الزغبي فقال أيها الزناه فروا إلى الله فعرفت أنني المقصود فتكبلت قدمي ويبس لساني واستمعت بقلبي وبفؤادي وجلست في مكاني عندما ناد الزغبي وقال أيها الزناه فروا إلى الله ففررت إلى ربي عندما بدأ الشيخ في الحديث عن هذه الفاحشة ومدى خستها وحقارتها ودنأتها فقلت في نفسي نعم كم أنا جاهل بعظمة المولى جل وعلا كم أنا شاهد بقوة هذا الرب الجليل العظيم سبحانه وتعالى ها قد زنيت ها قد عشرت الممثات والبغايا فما هي النتيجة النتيجة هي الحسرة والندامة وظلمة في القلب وتواد في الوجه أمام الجبار جل وعلا فأسكبت الدموع والعبرات عندما ناد الزغبي فقال أيها الزناه فروا إلى الله ففررت إلى ربي عندما تحدث الشيخ عن سوء الخاتمة لذلك الرجل الذي أخرج مع شوقتي من قبرها ومات وهو من فوقها عياذا بالله تعالى فقلت ما زل وكنت أنا فقلت ما زل وكنت أنا كيف سأدخل إلى قبري وأنا جندي من جنود إبليس في فعل الفواحش والموبقات وترك الصلوات فما أرى قبري إلا حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى فاشتعل قلبي من حرارة المعصية التي قبضت مضجعي ونسعت فؤادي وأحرقت جأشي فأسكبت الدموع والعبرات عندما ناد الزغبي فقال أيها الزناه فروا إلى الله ففررت إلى ربي عندما تذكرت يوم القيامة عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بقيامها وتذكرت وأنا في القبر وإذ بالقبر ينشق من فوقي وأرى أمامي أهوال يوم القيامة شمس تكور وقمر يخسف ونجوم تدمر وأرض تتدحرج وجبال تنسف فلا إله إلا الله على حالي وعلى أيامي الضائعة في فعب السواحش والمنكرات وترك الصلوات فأسكبت الدموع والعبرات يوم أن ناد الزغبي فقال أيها الزناه سروا إلى الله ففرت إلى ربي عندما تحدث الشيخ عن ذلك التنور الذي عده الله سبحانه وتعالى في جهنم للزواني والزانيات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتخيلت أنني مع البغاية والممثات نصيح ونستغيت في ذلك التنور بعد أن هتكنا حرمة الله في الدنيا وتلاعبنا مع الشيطان وتراقصنا في فعب السواحش والمنكرات فأسكبت الدموع والعبرات يوم أن ناد الزغبي فقال أيها الزناه فروا إلى الله فتذكرت أهل الله يخاطب العبد يوم القيامة وفي الدنيا فيقول عز وجل عبدي لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولأبالي عبدي